حضر اصفر المحترمين أسعد الله و أوقاتكم مع الحب مع العطاء سنلتقي مع رائعة الموسيقار و كلمات الفنان اسمع أخوك الحامرابي من قلب مملكة الشوري لماذا نكتب و للشعب الأوضاع طاقة يجب أن نقوم بالتوعية نفسي و الآخر السلام عبر القتال لست طائفي أو مناطقي عندي الفن عقائدي لماذا نكتب و للشعب الأوضاع طاقة يجب أن أقوم بالتوعية نفسي و الآخر السلام عبر القتال لست طائفي أو مناطقي عندي الفن عقائدي الخدس في خطر حان وقت الاستقاث نحن مهددين بالانقراض أبو مازن و رفاقه و عار على حركة فتح و عقيدة أبو عمار و يقتلوا الأطفال هناك مجموعة أشرار لكن نحن مؤمنين بالانفصار زي عمر المختار للأسق الشديد في لوكان مسموح الفلتان لكن ممنوع انتلاك أموال يتأثرون من مبارايات ريال مدريد أكثر من الدم في فلسطين بقطع بلاد الشام والعرب وصل الطرب هاي سمع أنا شخصيا أقاوم الفصقاء لكي أدافع عن أرضي لا أحتاج متنزقاء للأسف هذه الأشيان أيتام المدارش لا تخبركم عن هيكل سليمان لماذا؟ نكتبوا للشعب الأوضاع طاقة يجب أن أقوم بتوعية نفسي والآخر بالسلام عبر القتال لست الطائف في أو مناطقي عندي الفن عقائدي لماذا؟ نكتبوا للشعب الأوضاع طاقة يجب أن أقوم بتوعية نفسي والآخر بالسلام عبر القتال لست الطائف في أو مناطقي عندي الفن عقائدي التوعية واجبي وفرضي عندما يتهدد وجودي ينبع الهبهب من أرضي لكن الحالة كالموميا اسمع أخوك الحامورابي من قلب مملكة الشوريا تعلقوا من باب الحارة في داء فلسطين بما أنكم للتلفاز عبيد مفيد أن تقرأوا بخشوع اسم الكتاب روتوكولات حكماء صهيون موسيقى تأثير عقلي خيرا أو سوءا وطانا مفسدة شباب العرب فإحذروها حكومات تريدك أن تتعاطى المخدرات فحاول أن تحافظ على البقاء تدهور الروح ليس صدفة يتعلمون ويتخرجون ليحصلوا على المال والسلطة المؤمن الحقيقي هو المتعلم أو بالأحرى هو المتعبد متعدد الأفاق كن مؤمن بالله ولا تتبع مؤسسات الأديان يا صاح إياك حقيقة في أيات القرآن الكريم وعلم الرياضيات أريد توعيت نفسي والآخر للسلام أبر قتال الأعور الدشال في الكيان صهيوني قد ظهر كن مستعد لقدوم الإمام الثاني عشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر